من القصص الطريفة أحد الموظفين في جمعية إنسان يقول جاءنا شخص من حوالي 13-14 سنة وقالنا ما أرزق ذرية أباكفل يتيم أو يتيمة قلنا عندنا الآن يتيمة اسمها بدرية فطبعا ما هو فقط يعرف اسمها فقط يتبرع لهو نحن نحول يعني ما في تواصل تقصد ما في تواصل الجمعية هم اللي يتواصلون معه وكذا حتى ما يكون فيه كسر خاطر أو إحراج أحيانا أو كذا فهم يراعون نفسية اليتيم يراعون نفسية أهله أيضا حتى لا يجرحون مشاعره فالمهم هو كفل هذه اليتيمة بدرية وصار يعطيهم كل شهر يستقطع من راتبه بعد سنتين أو ثلاث الحمد لله حملت زوجته ورزق بالمولد الأول مع أنه قبل خمس ست سنوات ما رزق ثم قال هذا بفضل الله ثم بفضل كفالة بدرية ورزق المولود الثاني والثالث والرابع إلى سبعة من الأولاد والبنات ورزق بس كل ما جاء رزق قال هذه بفضل الله ثم بفضل كفالة بدرية وهو ما شف بدرية يعني خلاص صار معروف واسم بدرية بين أسرته بيته وزوجته وأولاده فبعد ما يعني كبرت بدرية هذه وتزوجت انقطع عنها يعني الكفالة فجاءه قالوا خلاص ترى اليتيم المبلغ الذي تتبرع به سيتحول إلى يتيم آخر قال لا أبدا أنا ما أريد إلى بدرية قالوا بدرية تزوجت وعندها الآن زوج ولا يعني خلاص يعني النظام ما يشملها وجد الرزق ما اكتفت يعني الحمد لله قال أبدا حتى عيالي ما يعرفون الله يدعو البدرية سبحان الله يعني يقول أي نعمة تكون لنا أنا يعني أقول العيالي ترى هذا بفضل الله ثم بفضل كفالة بدرية سبحان الله يقول صارت تعيش معنا وحنا ما نتقينا بها أبدا يعني هذا من الشيء الغريب لعل أيضا حقين الشباب في السوشال فيديو يسمون المقطع هذا مقطع بدرية